هذا هو سوق الموصل القديم على الجانب الايسر من المدينة يوجد في هذا السوق معرض انتيكات حافظ على قطع يزيد عمرها على مئة سنة من الان القطع تحكي تاريخ الموصل القديم ومالك المعرض زكريا المولى عرض كل ما في معرض الانتيكات للبيع عن هذه صالة انتيكات وتحفيات نينو تعتبر مصدر رزق اللي بعد استباب الامن والامان الى ربوع نينو والحبيبة كانت المدينة محتاجة الى فد ملتقى ثقافي يجتمعون بكل الناس المثقفين الزوار يعني طبعا يزورونا من النجف الاشرف من بغداد من اربيل من دوهوك من السليمانية من البصرة الحبيبة يعني يزورونا اهلنا بجميع المحافظات العراقية اغلب رواد معرض الانتيكات يمعينون في معرضات معرض انتيكات زكريا ويحاولون فهم اسلوب الحياة في هذه المدينة قبل مئة سنة بعضهم تروق له قطع فيقتنيها لعرضها في ديوان داره كل عوائل مدينة الموصل يتشوقون يجيبون اولادهم يفرجوهم على الاشياء التراثية احنا ما عدنا بالا احنا معظم هاي الاشياء اللي من المحل بيها غيحة آبائنا واجدادنا يعني ما عدنا شيء بالا وما عدنا شيء كوبي صح انه هاي اشياء بسيطة ولكن تحمل بداخلها ذكريات ومعاني جميلة فدائما يجون يزورونا من جميع المحافظات ايضا يجون من خارج البلاد ايضا مثل زوار يزورون مدينتنا فيجون يخشعون هاي المحل يستمتعون بيها وينظرون الى الى موروث هذا البلد التاريخي الجميل اشياء كثير موجودة على المحل هذا لما تدخل هذا المحل تشعر براحة نفسية يعني تحس بأيام زمان الشوكات الحياة الشوكات بساطتها زين فهذه الأشياء كلها كانت موجودة وكل الناس ما يسغن عنها البيوت الفقيرة والبيوت الاغنياء كان ايضا حتى اللي كان المسي مناسبات مثلا ما عنده زين اهل قضايا يستلبه من جرانه كان زكريا المولى يعشق هذه القطع التراثية والانتيكات منذ الصغر وكان يحب ان يمتلك مكانا كهذا في يوم ما ليخدم تراث وتاريخ الموصل طبعا منذ طفولتي كنت دائما يعني منطقة باب جديد منطقة الميدان منطقة تقليعات هذه المناطق التراثية الجميلة المنطقة القديمة كنت دائما متولع افتر بهاي المناطق اشوف القناطر القديمة الابواب الخشبية الشبابيك وايضا والدي الله يرحمه يرحم امواتكم يعني هم دعمني كثير ومعظم هاي المقتنيات كانت موجودة ببيت جدي وبيت خالي وبيت عمي يعني اهل الموصل كلتنا هاي المقتنيات عندنا يعني الموصل مدينة عريقة فتتواجد بيها هاي القطع التراثية الفلكلورية مثل المعدسي الطاسي مال حمام الحكاكي مال غجل الطاوة الابريق فطبعا انا كنت هاوي يعني هاوي بهذا الجمع هاي الاشياء يعني اذكر انه بسنة الثمانية وتسعين تسعة وتسعين اول ما اقتنيت زوج عكفات احنا بالموصل انقلة العكفي اهلنا ببغداد يسموها ام الكف عبارة عن مزهريات على شكل ايد تصيغ الشكل هاي يسموها العكفي فكان اول بدايتي اشتريت قطعتين هذه القطع التراثية القديمة تروي حياة مختلف قوميات الموصل واديانهم من مسلمين ومسيحيين ويهود الذين عاشوا جميعا في هذه المدينة اللي عدنا طبعا الكناتير احنا للموصل نقول له قنصور القنصور الموصلي طبعا كان كل صانع يضع له فتبصمة معينة استاذي الكريم اليهودي يضع فتبصمة انه هاي القطعة شغل شخص يهودي يعني هما اليهود كانوا بالبلد يعني بالخمسينات هي موجودين بالبلد لا لا فترة الملكية موجودين حتى بوجود عبد الكريم قاسم الله يرحمه هم كانوا موجودين اليهود يعني موجودين بالبلد عايشين وبالنسبة اخوان المسيحيين يعني ايضا عندهم بصمات يعني بالعمل يعني افسط مثال عندك هاي المعدسي هاي مرسم عليها الصليب يعني الدل انه الشغل الصانع رجل مسيحي واما اكو عليها صورة النجمة او الهدهد فهذا شغل اليهود واما احنا كمسلمين عندنا كثير اعمال مكتوب عليها ما شاء الله هم يعني كلمات احنا يعني هاي الحفر يكتبون عليها توجد في معرض زكريا قطع كثيرة قديمة وهو يجمع المزيد من القطع كل يوم لكي يعرف الجيل الجديد بتراث وتاريخ الموصل القديم مشكلة اشتركوا في القناة